بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم في هذا الجزء العملي من شرح المسائل لمادة Strength of Materials and Their Testing مقاومة المواد واختباراتها معكم الدكتور أمير محمد القسنتيني نبدأ الآن في شرح المسائل المرتبطة بالمحور الثاني والذي بعنوان Tension, Compression and Shear ونشرح المسألة رقم واحد من المعطيات هنا معانا هذا التيوب، هذا المجوف المسلط عليه قوة الضغط بقيمة P طول العينة أو طول المجوف 400 ملي متر وعليه سنسور Strain Gauge لقياس التقلص الناتج عن هذه القوة قوة الضغط المطلوب هنا لو كان معانا لسترين أبسيلون بقيمة 550 10.6 10.6 مطلوب حساب الشورتنينج بالملي متر أيضا مطلوب حساب الكمبرسيف فورس لو الكمبرسيف سترس معطى بقيمة 40 ميجا باسكال لحساب الشورتنينج طبعا القانون المعروف هو أن أبسيلون تساوي دلتا L على L ويرمز إليها بدلتا تقسيم L مطلوب حساب الدلتا الـ L معطى 400 ملي متر والأبسيلون تم قياسها بقيمة 550 10.6 إذن دلتا تساوي كم؟ أبسيلون ضرب L تساوي 0.022 ملي متر وهو شورتنينج أما لحساب الكمبرسيف لود معروف أن السيجما تساوي P الفورس تقسيم الأريا لحساب الـ P الـ P تساوي سيجما وهي 40 ميجا باسكال تقسيم الأريا مطلوب حساب الأريا لهذا المجوف الأريا للشكل القرص تساوي P D تربيع على 4 لكن لشكل المجوف فهي مساحة القرص الكبير ناقص القرص الصغير إذن الأريا تساوي P على 4 D 2 تربيع ناقص D 1 تربيع يساوي 863.9 ملي متر تربيع إذن P تساوي الفورس تساوي 40 ميجا باسكال ضرب 863.9 ملي متر تربيع تساوي بالأخير 34.6 كيلو نيوتن تساوي